السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بالدرسة الجديدة إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كلها جديد نتكلم في هذا الفيديو عن ثلاث كلمات لهم نفس اللفظ كتابة مختلفة واستخدامات مختلفة فقط يشتركون باللفظ نفسه طبعا عندنا there 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 إذا ثلاث كلمات نفس اللفظ تماما لاحظ there they there 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 وتكلم في هذا الفيديو عن كيف استخدمهم وكيف يميز بينهم مثلا عندنا there is a car It is their car There in the car لاحظ There is a car يوجد هناك سيارة It is their car إنها سيارتهم There in the car هم في السيارة ممكن شخص يكتب بهذا الشكل هذا There ممكن يستخدم There بهذا الطريقة هذي بيكون كلها خطأ أيضا ممكن يبدأ There in the car إذا لا يوجد فعل There in the car يعتقد هم في السيارة وهذا أيضا خطأ إذا نتكلم بالتفصيل عن هذه الكلمات وكيف يميز بينهما نبدأ في There الأولى طبعا There هي اختصار ل They Are There اختصار ل They Are يعني هم يكونوا من أين جاية من عدنا نعرف الضمائر I هي شي It We You They إذن سبع ضمائر أخذنا They الضمير هم استخدمنا بعده Are فعل الكون Are They Are كما نعلم أفعال الكون Am Is Are وجميعها بمعنى يكون اللي حب يرجع درس مفصل عن أفعال الكون يشاهدوا في القناة إذن لكن نعلم I Am He She It Is You We You They تأخذ Are إذن لكي نعرف من أين أتت Are They Are هم يكونوا لكي يختصرهم دائما Am Is Are بالاختصار نحذف فقط أول حرف عندنا Am Is Are بهالشكل هذا أيضا Are مختصرة تصبح They Are أريد أن نشكل جملة They Are Good Singers إنهم مغنون جيدون ممكن أختصرها بالشكل هذا They دائما عندما أكتب أو أتحدث دائما أستخدم المختصر They're Good Singers هم مغنون جيدون They're Strong Children إنهم أولاد أقوية أيضا ممكن أكتبها بشكل كامل They Are Strong Children لا أستطيع أن أكتب بدنا عن They're أستخدم They're بهالشكل هذا إذن هذا خطأ لماذا؟ لأننا جردنا فعل بجملة إنجليزية بدون فعل تكون جملة خاطئة لا أستطيع أن أقول They're بعد هذا الفقرة أيضا لا أستطيع أن أكتب They're إذن هذه صفة ملكية أيضا بتكون خطأ إذن ننتبه They're الأولى هي اختصار لذي ذي هي هم هما هن إذن ثلاث ترجمات لها وعدنا أبوصر فارئ هي اختصار ل-ar ذي-ar تصبح هم يكون هما يكون هن يكون لدينا there الثانية بمعنى هناك there هناك here هنا there هناك أيضا تستخدم كفاعل في الجملة يكون بعدها is are طبعا ممكن شخص يقول لماذا لا نستخدم am يعني أقول there am لا نستطيع لماذا لأنه بكل الإنجليزية am لا تستخدم ألا بعد i فقط نقول i am طيب am ما لها دور ثاني أبدا بالإنجليزي ما لها دور am فقط مع i إذن i am أنا أكون لا أستطيع نقول there am عدنا there is بالمفرد there are بالجمعة إذن there is بمعنى يوجد أو هناك there are أيضا يوجد طيب يا أستاذ لماذا نستخدم as و are as مع المفرد و are يكون مع الجمعة يريد أن يقول هناك نجم ويكتب there نجم a star بهالشكل هذا there a star وهذا جملة خاطئة لماذا يا أستاذ لأنه لا يوجد فعل بالجملة يقول طيب there هناك a star نجم خلاص لكن أين الفعل لا يوجد فعل بعد there أستخدم is are لاحظ a star نجم واحد نكتب is there is a star يوجد نجم عند النفي فقط أكتب there isn't a star يعني لا يوجد نجم أو ليس هناك نجم أريد أن أشكل سؤال is or فقط أضع في بداية الجملة تصبح is there a star هل يوجد نجم خلصنا طيب أريد أنا أستخدم جمع فقط يريد أن يقول هناك نجوم some stars خلاص هناك نجوم هذا خطأ يحتاج إلى فعل عندنا is الجمع إذا نستخدم are there are some stars أريد أن فيها أكتب there aren't any stars لا يوجد أي نجوم استبدل some بany إذن any استخدمها مع not there aren't any stars لا يوجد أي نجوم لذلك نستطيع أن أقول there aren't some stars أثناء السؤال فقط أضع are في بداية الجملة تصبح are there any stars are there any stars هل يوجد أي نجوم إذا لاحظ أني استخدمت بحالة النفي وبحالة السؤال أيضا ممكننا نقول there will be a nice party سيكون هناك حفلة جميلة there will be نلاحظ بعد there استخدمنا will يعني سوف لا نستطيع أن نقول there will is are لماذا دائما بعد هذا نسميه model verb يعني فعل ناقص دائما يأتي الفعل بصغط المصدر مصدر فعال كون هو be إذن نقول there will be إذن دائما نحفظ well يأتي بعدها be معادها سيكون هذا الشكل there will be a nice party إذن بالمختصر there بمعنى هناك إذا استخدمنا there is there are بمعنى يوجد طبعا is مع المفرد are مع الجمع آخر كلمة عندنا there أيضا t-h-e-i-r من أعين أتت هذه عندنا الضمار كما نعلم i he she it we you they إذن بحالة الصفات الملكية استخدم my his hair it our your there إذن there جاءت من they بحالة صفة ملكية تستخدم قبل الأسم لتبين ملكية شيء ما they took their cars إذن أخذوا سياراتهم لاحظ استخدمنا there سنسميها صفة ملكية تأتي قبل الأسم لتبين ملكية هذا الأسم للفاعل أو للمالك لاحظ they استخدمنا there they took their cars إذن أخذوا سياراتهم it is their new cat it is their new cat إنها قطتهم الجديدة لاحظ there بمعنى ملكيتهم يعني لهم it is إنها تكون تعد على القطة لك لا أستطيع نقول it their new cat يجب أن نستخدم فعل دائما it is ممكن نختصرها it بهذا شكل هذا it their new cat إنها قطتهم الجديدة إذن بل مختصر there بمعنى لهم ملكيتهم تأتي قبل الاسم كما قلنا نتبين ملكية شيء ما للمالك they're playing with their ball there اللحظة استخدمنا there 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 لكن they're playing with their ball there يعني يلعبون ب كرتهم هناك إذن إذن استخدمت there 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 كما قلنا بحالة الفاعل they are مختصرة there إذن دائما بحالة الفاعل تأتي عدنا ball إذن اسم there تبين ملكية الكرة لهم لهم أيضا كما قلنا there بمعنى هناك يلعبون بكرتهم هناك there 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 بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن there وكيف نفرق بين هذه الثلاث كلمات وكيف أستخدمها في اللغة الإنجليزية أتبعنا قدمت شيء لفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لاعيك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته